طيب النهاردة النادي الاهلي عنده مباراودية وزي ما شفتوا في عنواني الحلقة مباراودية للنادي الاهلي الليلة أمام فريق النجوم استعدادة لمواجهة دفارك ويوم 14-6 في نهاية هذا الاسبوع بإذن الله طبعا الفريق في الفترة الحالية بيفتقد لعدد كبير جدا من اللاعبين الدوليين بالإضافة أيضا أن فيه لعبين مصابين فمش موجودين في التدريبات الجماعية بس بنتكلم على عدد كبير جدا ما بين لعب المنتخب الأول لعبي المنتخب الأولمبي وأيضا كمان عدد من اللاعبين اللي موجودين فيه المنتخبات الإفريقية والأسيوية المشاركة في التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم عندك وسام أبو علي لعب مباراة فلسطين ولبنان ويمكن خرج للإصابة وأطمنكم دلوقتي على إصابة وسام أبو علي وعندك حوالي 11 لعب مع منتخب مصر بالإضافة إلى بيرسيتاو مع جنوب إفريقيا ومباراة كان بلعب مباراة أمام منتخب نيجيريا مع إضافة كمان وجود أليو ديانج مع منتخب مالي وأليو ديانج كان موجود فيه مباراة منتخب مالي أمام منتخب بغانا يعني احنا بنتكلم ما لا يقل عن 14 لعب في الأجندة الدولية الحالية اللي بيلعب فيها كل المنتخبات التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عدد كبير جدا تم نتكلم على يعني أكبر من التشكيلة الأساسية 14 لعب منهم كمان اتنين حراس مرمى الأساسي والاحتياطي في منتخب مصر سواء الشناوي أو حتى مصطفى شبير ولكن لو نبص كده على قيمة الآلة المتاحة حاليا مع مرس الكولر محمد مجد أفشا، عمر السلية، كريم ندفد، كريستو، مصطفى مخلوف، حارس المرمى اللصايد، خالد عبد الفتاح، أحمد عبد القادر، كهربا، ريدا سليم، أنتوني مودست، كريم فؤاد، محمود متولي، وحسين الشحات ويمكن قدامكم على الشاشة هي، وإحنا بنتكلم على أسماء اللاعبين اللي موجودين قدامي دلوقتي، هم اللاعبين اللي قدامكم في تدريب فريق النادي الأهلي نضيف على ذلك كمان حارسي المرمى، محمود الزنفولي، بالإضافة إلى حازم جمال، حارس مرمى فريق النادي الأهلي، اللي صاعد من موليد 2005 وهو على فكرة كمان كان مقيد في القايمة الإفريقية، وقت ما تعرض محمد الشناو الإصابة أثناء منافسات كأس الأمم الإفريقية فحنا بنتكلم حوالي 11-12 لعب من الفريس تيم، من الفريق الأول، موجودين حاليا في تدريبات الفريق من حوالي 3-4 أيام والتدريب أو المباراة النهاردة أمام فريق النجوم، هيتم الاستعانة بلعبين من موليد 2003 و2005 وحسب معلوماتي، يمكن في الساعات الأخيرة كده عرفت أن الكابتن بدر رجب في فريق تم تكوينه مؤخراً سميها بفريق الأمل، العناصر البارزة اللي موجودة في قطاع ناشين 2003-2005-2006 بحيث أن العناصر دي يبقى فيه شغل ما بينها مع الفريق الأول، والفريق ده تحديداً شغال تدريبات في مدينة نصر النهاردة يتم الاستعانة بعدد كبير جداً من هذه العناصر في فريق الأمل وتحديداً موليد 2003 و2005 عشان يكونوا فرصة طيبة المرس الكولر يدفع بيهم في مباراوة دية أمام فريق النجوم وفي نفس الوقت يتطمن على العناصر الأخرى اللي حالياً بتتمرن معاه ومش موجودة على زمة الأجندة الدولية مع المنتخبات الوطنية في الفترة الأخيرة فبالتالي، دي العناصر المتاحة النهاردة اللي هتلعب معه مرس الكولر ناس كتيرة بتسأل طب مباراوة دية مع النجوم إيه الإمكانية نتفرج على مباراوة دية ونتفرج على الأهل بأننا كتير ما شفناش الأهل من يوم فاينال إفراقيا 25 إحنا عندنا قانون كده أو دستور ما بيننا وبين جماهير النادي الأهلي الرؤية الفنية للجهاز الفني هي صاحبة القرار في المقام الأول لو شايف إن إذاعة المباراة أو تسجيلها ما فيش فيه أي مشكلة أكيد هنبقى جاهزين للتسجيل والإذاعة حتى لو على الهواء مباشرة ولكن طالما الجهاز الفني ليه رؤية معينة؟ عايز يتفرج على حاجة معينة؟ عايز يجرب شيء معين؟ عايز يتفرج على فريل أمل أو لعبة الصعادين من قطاع ناشيين بدون ضغوط كل دي أكيد معايير أي جهاز فني بيفكر فيها إحنا كلنا أكيد عايزين نتفرج وأنا عايز أخلص الحالة وأطلع بسرعة على التيتش وأتفرج على هذه المباراة والدائع أمام فريل النجوم ولكن في النهاية أكيد أنت عندك مدير فني ليه معايير؟ وليه متطلبات؟ عنده لعبة صعادين؟ مش عايز يحط عليهم ضغط معين؟ عايز يتفرج عليهم بشكل معين؟ عايز يجرب حاجة معينة؟ الناس أتقول لي مهو الرجل خادم على الأهلي حوالي مباراة لغاية دلوقتي؟ آه بس برضو في النهاية هو ليه فلسفة وفي النهاية فلسفته دي طالما بتقول الفريق للنجاح كلنا بندعمها وكلنا أكيد واقفين في ظهره لغاية لما يحقق الدوري والكاس في نهاية هذا المسيق خلاص احنا خلصنا كل المنافسات القرية والدولية لتبقص والدوري والكاس خلال الفترة اللي جاية فده الجميع